إلى غير ذلك نمشو الآن مباشرة تاني للمباراة اللي دارت لهم في ملعب المنزة بين ترجي والتحاد المنستيري محمد محمد علي بوزقارو وانيس موسى مالقلبي وريضا الويت هي مباراة تأكيد بين أبنى باب سوقة وابنى الربا بعد محق الزوز في رقتر الشحن في دور أبطال العرب أمام حضور جماهير كبير خاصة لجماهير الترج معطيات تعطي أكثر إثارة للمباراة الاتحاد جماع من جملة تحتاج النقطة سبع نقاط خارج ميدانه والترجي لا يعرف الهزيمة على ميدان السنة يظهر لي مكثر المرتفعات معناها للريزولتات البيع عمناها معناها خارج ميدانه إن شاء الله اليوم في المنزة قدام الترجي إن شاء الله معناها نعمل ننتجة إيجابية إن شاء الله تغييرات في تشكيلة المدرب ديمورايس الإفواري إيدغارد لويس أول مرة أساسي لكن كلاعب ارتكاس تعويضا للحامل غائب للإنظار الثالث وزياد الدربالي ظهير أيمن في المقابل الاتحاد يعول على عمامي مكان انتوبوه في المحو غائب اليوم وتوهي ذهل اللي يبقايع في الترجي واللي تغالي يا برشة اللي يغيب مباراة يمكن يخاف على بناس أخي براكس حاجبين اللي يلعب اليوم اللي يلعب مع أي نسان آخر في أي ميسة اللي هو اللي كافي فهمت المهم ناس كل ما تكون حاضرة ومصنحة بتاع ترجي اللي ناس كل ما تتخدم عليه إن شاء الله الحوار رقم 73 بين الفريقين ينطلق بالسرع القصوى دقيقة لعب وخالفة للاتحاد الحناشي نفذ وعمامي غالط القصروي والسؤال المطروح هل استعان عمامي بيد هدف مع بداية المباراة بعثر أوراق التراجي والسيف يضغط على الشماري والقصروي يحط الكرة في الركنية الاتحاد مع بداية المباراة عرف يكسب معركة منطقة وسط الميدان فضل الفورمة الكبيرة لعلي بن عبد القادر في المقابلة التراجي غابت علي الحلول أمام الوقفة الصحيحة لأبناء لطف رحيم والالتجاء للتصويب على غيرار تصويب الإفواري إدقار وكورته فوق المرب التراجي يحاول عن طريق الكرة الثابتة ركنية من خليل شمام رأسيا في القائم الأول من تايب والدفاع في الركنية الاتحاد خطير عن طريق الهجومات المعاكسة خاصة اللي كان يقودها السيفي محمد الصغير النصري على غيرارها التصويب من السيفي والقصراوي يستعين بخبرته للتصد الكرة الثابتة للتراجي كانت خطيرة تابع الركنية من شمام ترجع من السيفي تصويب أولى من إدقار ترجع مرة أخرى لإرامو في المتابع صوب وهدف التعادل والتسعى للنجيل في البطولة التوقيت 25 بطيق والأجانب للموسم الخامس على التوالي يحاضر للتجيل في لقاءات الفريقين ثلاثة دقائق بعد شمام يجرب التصويب وكورته فوق المرمى وصف ساعة لعب كرة ثابتة للاتحاد علي بن عبد القادر ينفذ والعياري طاليق بتزديد رأسية السجل الهدف الثاني ودفاع التراجي يقبل جوز أهداف عن ترك كرة ثابتة في غياب المحاصر اتنين واحد للانتحاد والتراجي حول الضغط لكن كان سلاحه الكرة الثابتة ركنية من شمام كالعادة في القام الأول التايب في المتابعة والسخيري في الركنية المدرب لوت فرحيم يقوم بتغيير الثراري بعد يثابت على الدين قوام والاتحاد يبقى لبعض الدقائق منقوص وبعض مشكل في رقم اللاعب هشام السيفي العابة بنور مرور تسعة كتضربت في خشمي بديجر الدم تبقى تمسخ المريول محبش يخليني مندخل من بدل المريول وليت ومجبناش احنا مريول وليت البس تسعة ما يفعل عندهش حق بشغيات المتاعب لكن هذي ضرورة المريول المتاعب كله ملتخ بالدن ما عندهش حق بش يدخل بيه هذك المويند بور اللي عندهم اعطاههم مريول زميل وحطوا عليه السوارس فرادرا أو كدهو في الميطان ثاني عندهم رقم سعتاش شطبوا على الواحد وخالوا لاتبوا تسعة انيرامو هو المهاجم الخطير في التراجي بامكانه تغيير مجرى اللقاء تابعوه في هالعملية شي يعمل بالكرة يتجاوز رزيق وهماني لكنه في الأخير يلقى سخيري للتصد التراجي ينزل بكل ثقله للهجوم لكنه يترك المساحات اللي يحاول استغلالها الانتحاد منتابعو الهجوم المعاكس واحد اثنين بين السيفي والصغير أمام الشماري ولاعب الانتحاد الصغير يضيع الهدف الثالث الفرصة كانت تغير مجرى لقاء المنزل أول محاولة في الشوطة الثاني كانت للانتحاد السيفي يحاول استغلال السود تفاهم بين جابر والشماري وتصويب تضعيف المدرب ديمورايس يلعب ورقة المساكني وكالعادة يوسف يكون حاسب في أول لمس له لكورة يمر لأونري بياندونو رغم المحاسرة هالأخير يتوغل ويصاوب من زاوية مغرقة وسجل هدف التعادل أفضل الانتحاد السيفي التراجي يحاول مسك زمام الأمور لكن أبرز الفرص الجي عن طريق كورة الثابتة مخالفة من خليل شمام تمهيد في القام الأول لوالدة تايب وكورة إدجار تلقى الحارس بسه مسخير هذا الجديد يأتي مع دقيقة 75 تابعوا العملية كورة متمثل حتى اختر على دفاع الاتحاد إن يراموا في المتابعة يفتك الكورة من لهماني يتوغل اسخير يحاول تسكير الزاوية لكن الننجيري بذكاء يحط الكورة في الشجاك والهدف العاشر لهدف البطولة وأجانب التراجي تصنع الفرق في المباراة إجابة الاتحاد تجي بعد أربع دقائق كالعادة عن طريق كورة ثابتة ركنية ملح الناشي وعمامي دون رقابة ذايع الفرصة ومرة أخرى دفاع التراجي غائب في التغطية في الكورة الثابتة 82 دقيقة المدرب ديمورايس يقوم بإقحام البكري مكان بيانفينو تختيت تكتيك للتراجي كاد يكلفوا هدف بما أن الاتحاد في آخر اللي قام سك بزمام الأمور وكاد يعدل بعد تمريره من بقرعة للسيفي وجه لوجه والقصرة ويفسخ الهدف ومهاجم الاتحاد يأكد فترة الفراغ اللي مر بها تسعة مقابلات دون تهديف مع جمع خمسة انظارات التراجي يفوس في مباراة رجع فيها من بعيد في المقابل الاتحاد كان بيمكانه الخروج على الأقل بالتعادل لكن خبرت زملاء الشماري صنعت الفرق بالمناسبة الانتصار رقم 38 للتراجي ضد الاتحاد المقابلات دون تاخد في المنزارات ويجب أن يكون مرحامح قيمة الأفضل ويجب أن يكون هناك مرحامح وأشخاص بأسفل ويجب أن تكون هناك المشروع ويجب أن نجد أن نقوم بلعبالنا ويجب أن نفعل لدفع إنه ليساً للمشروع لأنه يتمكننا جميعاً بلتعب المنزل ومع المنزل بلتعب التعب لكن لكن يظهر لأولاد الركيب انتعنا قموصوا بغض البركسوناليتي